اشتركوا في القناة 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 وبفضل الله ديما تيجي تشوف الماتشي السيناريو يعني معانا وبعدين بقى علينا والدنيا تقفل ويجي قفشا ينجدنا القضية ممكنة كابتن محمد يعني فهمت من كلام حضرتك انه البطولة دي مش بس يعني حققت انجاز بالنسبة للنادي الاهلي كمان انجاز للاشخاص وعلى رأسهم كابتن محمود الخطيب اللي تعرض لظلم بين او اشاعات مغردة دايما انا اقول ان فيه دخان بلا نار انا دي كلمتي دايما بقى فيه دخان بلا نار بس ده جي كمان تحقيق الانجاز التاسع ده انصافا للشخص اللي ظلم كابتن محمود الخطيب بالزبط انصافا له وهو ما بردش يعني هو اولا هو يعني انا طبعا يعني شاهدت فيه مجروحة لان انا عشرته طول ما انا في النادي الاهلي كنا على طول مع بعضه كنا على طول برا برا الملعب مع بعضه وحتى لو بنعمل معسكر من نفسينا كده كنا بنعمل معسكر اللي وحدينا لو فيه ماتش ماتش زمالك ماتش مهم ماتش حيحدد بطولة الدوري او حدد بطولة بطولة كاس كنا كنا على طول مع بعض لكن هو انسان مؤدب هو لما يعني احنا حتى ما بنجي ان احنا عاديين معاه مجبش سيرة حد يعني احنا انا ممكن اجيب سيرة واحد هو ما يجيب سيرة حد ايو ابدا وبيتشتم كتير وما بردش يعني هو يعني هو رد קبتون نعم رد ورا في الماتش برافو عليك ده دايما البها الرد العملي هو ده الرد اللي رد بيكا الف smallww ، بوقفته وقف بيسلم ولاده الدوري وسلم ولاده الكاس بسلم ولاده بطولة افرقيا ودايما بقول حتى اللقطة ما بين حضنه للعبته ده بيقول لهم شكرا لان هو ده الرد وانت عارف كابتن محلا بنلعب ردك فين يا ابني اه في الملعب انت ما هو بصي هاني الواحد قدامك قليل الادب ما انت لو ردت عليها تيبقى زيه انا بقى زيه ليه هو خليه يقول زي ما عاوز انا يعني انا بقولش ما بحددش حد انا بتكلم في العموم مهديس ياسن ده كيان النادي الاهلي متربيين على كده ايو احنا متربيين على كده لا في مجلس دره رد ولا في هو نفسه كاتل اساءة ليه شخصية ما ردش وربنا يعني رضاه يعني ربنا رضاه النهاردة احنا اخدين التلت بطولات اللي على الساحة لغاية النهاردة بفضل الله احنا خدناهم بطولة افريقيا والدوري والكاس وان شاء الله احنا هنحقق الخماسية باذن الله يعني الصبر الافريقي والصبر المصري باذن الله متفائل ان شاء الله متفائل زي نهاية افريقيا كده خمسة خمسة وخميسة وخميسة يا كابتن عشان الحسد وحاجة احتفل معكم ان شاء الله باذن الله وان احتفل مع بعض لان احنا النادي الاهلي يعني المكسب ده لنا كلنا احنا ببقى الواحد بنشي في الشارع كأنه لعب المنشة اه كأننا اللي لعبت والله نادية وبيتي والنصر جاي منه فدي حاجة كبيرة جدا اكيد اكيد يا كابتن ومع الانتصارات دايما بيبقى في مقولة وحضرتك اكيد عشتها ان حضرتك خدت بطولات كتيرة جدا جدا وبطولات مستمرة لكن بنقفل على طول الصفحة ونبدأ نبص للقدام ودي ميزة النادي الاهلي اعتقد فرحنا كتير جدا 27 نوفمبر لغاية يمكن من يومين كنا بنفرح بالافريقية وبكاس مصر الاهلي دلوقتي بيقفل الصفحة وبيبدأ موسم جديد ان شاء الله بداية من يوم الحد مع مصر المقصة شايف رؤيتك للسكواد نفسه والفريق سيخش ان شاء الله البطولات اللي جاية مع رجوع صفقات ام رجوع بعض الاعراض وثلاث صفقات بنتكلم على بدربان ونتكلم على بيكم ونتكلم على طهر محمد طهر انا عجبني جدا السياسة بتاعت موسمياني وسياسة مجلس ضبط النادي الاهلي طبعا السياسة دي هم الاتنين مشتركين فيها فيه يعني الناس كت كلها بتتكلم على ان النادي الاهلي محتاج تغيير في كل الصفوف في كل الخطوط ولو حتى هو محتاج فعلا في كل الخطوط التغيير عمره ما هيجي بمرة واحدة او بشكل شامل ده يعمل يعمل رابكة رابكة في التيم احنا احنا جبنا يعني اللي جي من بره جديد هم اتنين بدر بنون وطهر وطهر محمد طهر بيكم بتاعنا بتاع النادي الاهلي بس احنا طلعنا بره يعني ادنالو شحنة صنفرنا فرصة اه يعني عشان نشوف مدى صلاحيته معانا تاني ولا لا وزي ندفد وزي محمد شريف زي اكرم توفي زي صلاح محسن نصر مهد يعني كل دول حطناهم في اختبار اختبار جيد عشان اللعب احنا عارفين طبعا احنا كمدربين ان اللعب هو اللي بيجيب اللعيب هو بيرفع من مستوى البدني والفني فاللي رجعوا دول دول بتاعنا احنا ما جبناش جديد فعشان كده هم وغدين عارفين النادي الاهلي بيلعب ازاي عارفين النادي الاهلي بيلعب على ايه مش بيلعب على المركز التاني ولا التالت ولا الرابع احنا المركز الاول احنا طريق واحد هو رايح بس مش رايح جاي قطري رايح بس بيدوس اي حد اه قدر بنون صفقة هيلة جدا شفته كويس انا شفته طبعا طبعا تقييمه مش حقيق تقييمه مش ماتش واحد لكن بصفة مبدئية حاجة هادي انا يعني انا بشبيهه بيك انت برضه كنت كنت راسي في الملعب جدا ما كنتش في السلم الكورة وانتش مرعوب وعارف انت شايف بتمشي ازاي بكورة وكانت الهاجم ما بتدع من عاجة من عندك من تحت وقلما قلما ناس زي زيك هاني وجدوا يعني ربنا حليك كان فيه اعماد النحاس مظبوط نفس نفس الشيء ده ممكن يبقى كده وماشي مع السياسة النادي القلي والسياسة المسلماني وخطة المسلماني انه هو ما بلعبش بيبني من تحت بيمسكها وعنده بدو يعني مش مصربع ركز وكورة اللي حالية بياخدها يعني كصفة بصفة مبدئية هو حاجة يعني مشروع لعيب حي والعجبني كمان يا كابتن كمان عنده اتزان عصبي كويس قوي خاصة من دربات الجزاء انت لعيب تخيل بالرغم لعيب جديد جاي في اجواء جديدة مهما كان لكن انك تخش على ضرب الجزاء بتحدد بطولة في اول ماتش تلعبه مع نادي اول مرة تلعب فيه نادي كبير زي النادي الاهلي وده اعتقد كان عنده سبات انفعال هايل فيه لعيبة في النادي الاهلي يعني هو جاي وعارف مقدار النادي الاهلي ايه يعني عارف الدغوطات اللي هتبقى عليه انه جاي عاوز يبقى موجود ضمن لعيبة النادي الاهلي ويبقى لعيب اضافة للنادي الاهلي كل دوت ما اصرش فيه يعني عنده فعلا سبات انفعالي كويس جدا يعني حاجة يعني حاجة راقية راقية بشكل كبير بخلاف لعيبة لغاية النهاردة برغم ما فيش جمهور في الملعب لكن انت هو اللعيبة يعني مش عايزين نقول اسماء انا عارف يعني انت بتحس بهم ان هو لسه عنده توتر عنده توتر هو هو بلعب وعارف ان فيه مئة مليون بيتفرجوا عليه يعني منهم تسعمية تسعة وتسعين مليون اهلاو يتفرجوا عليه فعليه دغطات فالتوتر طبيعي يعني اه عليه دغطات من ان الجهاز الفني بيقيمه هيلعبه ولا لا تاني عليه دغطات ان هو ممكن يكمل الموسم ولا ما يكملش كل دي دغطات على لعبة النادي الاهلي مين بقى اللي عنده الجلد وعنده العزيمة والاسرار ان هو يدوس على الكلام ده كله ويلعب في النادي الاهلي وبعدين انت فرصة ان انت رعيب في النادي الاهلي فرصة فرصة عمرك فرصة عمرك لما 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 تعد عن النادي الاهلي من مر الكرام كده ده انت طب كابتن محمد احنا كنا منتكلم على انه يعني الاصابات كانت اثرت والغيابات اثرت كمان مع عودة المعارين والصفقات والثلاثة المصابين طبعا وليد وديانج واحمد ياسر ريان يعني بشكل عام كده اكتمل اكتمل الصفوف اكتمل صفوف النادي الاهلي اللي جاي بقى وتكملة المشوار اللي هو المفروض في تاريخ النادي الاهلي الصعب يعني او الصعب شايف يعني ممكن يحاول ايه من خلال اكتمال المشهد اكتمال الفريق عناصره يعني هو يعني تكملة لكلام حضرتك ده هو هو تثبيته للفريق مش مخليه بعيد عن الصور يعني مش مخلي كم الاصابات اللي كانت عنده تأثر معاه يعني كم الاصابات ده يعني واحد في نص الملعب واحد في الظهر يعني يخرج بيخش حمد يعني لكن بقيت التشكيلة فيها تجانس فيها هارموني فيها انسجام اه انسجام ف رجوع الناس دي دي عندنا دكة جامدة جدا والفريق اللي عنده دكة جامدة هو ده الفريق اللي بيلعب على بطولة هو نفس طويل عنده هدف عايز يحققه والحلول موجودة وانت حضرتك مدير فني كمان كبير كابتن وعارف قديم مهمة ان يكون عندك الدكة قاعدة برا انت ممكن وبيحصل كتير في المباريات يعني اللي بينزل هو اللي بيعمل الفريق وهو اللي بيجيب البطولة طبعا طبعا اللي بينزل ممكن يعني احنا في سنة من السنين كان فوز سكوتي بينزل عشر دقايق خمس دقايق هو اللي بيكسبنا بينزل خمس دقايق بيكسبنا يعني كنا باللعب الاتحاد في الاتحاد في ملعب الاتحاد اللي هو اللي في نادي الاتحاد اللي هو الصور حوالين الملعب عارف فاك مش يستاد اسكندرية لا في ملعب الاتحاد كسبناهم اتنين سفر في الملعب دوت واللي جابهم فوز سكوتي وكان قاعد بره كان قاعد بره نزل نزل سبع دقايق بالظبط فكرنا بجده مع منتخب كابتن حسن ايوه جده كل ما ينزل بطولة اعتقد 2008 ماشاء الله ماذا بيبقى اللعيب قاعد مركز وشايف وعارف ان هو لما هينزل في الحتة الفلانية هيعمل ايه احنا بنشوف ساعات الكاميرا بتيجي على العيبة في الاحتياط بره عادين يتحكوا وعادين يهزروا مش مركزين احنا ما شاء الله عندنا دلوقتي بقى عندنا الدكة جمدة جدا يعني ناصر ماهر دوت لما هياخد ويحط رجله انت ما عجب جدا بناصر لعيب لعيب كويس عند رؤية في الملعب وكشف الملعب كويس جدا وقوي وحريف يعني حاجة حاجة جميلة محمد شريف برضو العارة دي ودكته تماما بقى النهاردة على التلت خشفات حاجة جميلة هيبقى فيه بنفسه نفسه جديدة جدا بين محمد شريف وبين صلاح محسن وبين مروان محسن وتقلق مع المنتخب محمد شريف والهدف اللي حقه مع توجه كان خلي بالك مروان محسن هيبقى كويس مروان محسن هيبقى كويس لما حيلاقي فيه ناس حد وراه اه انت طبيعي انت لما بتلعب مع الناس مع ناس مستوها عالي مستواج بيرتقي ليهم لو بتلعب مع ناس مستواج منخبط او لو هو حاسس ان ما فيش حد انا يمكن انا كده يعني مش كده كده هلعب لكن ما فيش دايما انت مدير الفني وعارف لازم لازم يكون حد بيحفر وراه بلغة الكورة ايه لو انا حسيت ان انا وحش لا ده فيه حد ورايا فحياخد مكاني وبالتالي دايما اللعيب بيحاول يحسن مستوى عشان يحافظ على مركزه حافظ على وجوده في الحضاش بالزبط بس انا هو انا طلب منه طلب مروان ان هو يشتغل على نفسه شوية يعني حتة التدريبات التخصصية لابد انها انت شايف ايه اللي ناقصه كابتن انت لعيب كبير وعارف انت شايف ايه ناقص مروان عشان اولا هو بيعمل بيعمل الاسست كويس جدا بيهين نفسه ما بيبقصرش بيبزي الجهد الكبير جدا لكن هو على التلات خشبات الفينش بتاعه عاوس تصبيط يعني هو بعد ما جبنا الجول كان الجول التاني انفراد صحيح راح وحطاه في ايد الجول ما عندوش ازاي ان هو وهو رايح يوسع نفسه ازاي ثبت الجول ويخدها على جنب يحطها في الجول الحاجات دي عايزها تصبيت عايزها تكرار برغم انه عملها في ماتشات كبيرة يعني نفتكر مثلا مبارات الوداد عمل جول حلو قوي في الفترات الاخيرة كان بيجيبي جول لكن استمرارية ما هو الناس عايزها استمرارية بالزبط خاصة انت في الناد لالي والناس مش هتصبر عليك اهاني مش هتصبر انت مش رحمة صح صحيح اه يعني احنا بنبقى تلاتين لعيب وعايزين حضاشر لعيب بس في الملعب والتلاتين كويسين التلاتين كلهم زي بعض التلاتين كلهم يعني ما تقدرش طول على واحد فيه موحش لكن المنافسة الشريفة بينهم بقى بينهم ومبعض في التدريب عشان كل واحد يلعب هي دي هي دي هي دي انا النهاردة مراوان محسن جالوا منفراضين ثلاثة وما حطوهمش هجرب صلاح محسن صلاح محسن لما جالوا الانفراض حطوا اثبت اقعد بقى انت خليك برا بغاية ما صلاح يورق بغاية ما صلاح يورق عندنا احمد ياسر ريان كمان موجود احمد ياسر ايوه طيب يعني احنا فيه احمد احمد ياسر عندنا صلاح محسن عندنا مراوان محسن عندنا محمد شريف اربعة فراودة كويسين اه طبعا طبعا يعني يطلب من المدرب بعد التدريب بنوصه ساعة يعمله حاجات فانفراضات حاجات فانفراضات كرصات جانبية يحطه بتماغه يحطه بجليه مراوان لعيب لعيب كبير اعتقد الفترة اللي جاية كمان هتكون افضل كابتن محمد حضرتك من اللعيبة اللي توجه مع النادي الاهلي بالبطولة الافريقية قبل كده وعايزة حضرتك يعني تقول لي كده ذكرياتك الصعوبات اللي وجهت الاهلي الموسم ده حضرتكم واجهتوها في جلكم لا الصعوبات اللي احنا وجهناها مجيش حاجة ولا ايه يعني يا هادي عارف لا لا صعوبات مختلفة من نوع اخر يعني اكيد صعوبات من نوع اخر يعني الصعوبات طبعا في البطولات اللي فاتت دي الكورونا واللعيبة في الفترة اللي بعدت فيها عن النادي وبعدين ازاي يتمرنوا ازاي يتابعوا اللعيبا في تمرين في جيم في كل واحد في حتيته عشان منع التجمعات وبعدين لما تجمعوا تاني برضو فقدوا شيء برضو فقدوا شيء وكان فيه اصابات تاني اللعيبة طبعا اصابات عشان هم انت منتش عنك على اللعيبة كلها طبعا ومش كل الناس بتشتغل على نفسها زي هاني وزي محمد صلاح لا فيه واحد ممكن ينام أو يروح أو يروح فرح اه يعني يعني ما عندوش التزام مع نفسه صح قوي فيه ناس بتبقى عندها التزام مع نفسها وابنها عندها اصرار اصرار كابتن محمد وعندهم اخلاص هينام بدر لازم ينام بدر خلاص هيروح تمرين هيروح التمرين ما فيش ما فيش تاني لكن فيه ناس تعارب بقى يعني برضو احنا مش كلنا مش كلنا وحشين ولا كلنا كويسين بالتحديات بتاعت زمان تفتكر اصعب اصعب تحدي ايه كان في مشوار كابتن محمد في خلال مشوار الطويل وبطولات النادي الاهل الكبيرة يعني والله يبص انا يعني انا لما جيت من كافر الشيخ اه انا كنت ساعتها في كل التجارة وكنت باجي يوم اتنين اروح اسفر كافر الشيخ التمرينة التانية واليوم التالت الماتش وكنت بلعب وبجيب جوال ومشهور على مستوى بحر كله وكنت رأس حرب انا طبعا قلت لك سبب كده كنت رأس حرب يعني فلما جيت النادي الاهلي الحمل التدريب اختلف باتمرن كل يوم مرن صبحوا بعض الظهر فبدأت بقى احس بشد حس بمزق حس ما اقلمتش على الحمل التدريب بتاع فعلى بال ما اقلمت وبقيت وقف على رجلي تماما كانت اياميها بقتك كنت كان هديكوتي وكابتن فاتش عبانا الله ارحمه فكنت يعني على قهبة الاستعداد مستعد ان انا عاوز احتياطي عايز بس تخش تبقى عاوز اخش في الستاشر او كانوا ستاشر بزمان مش تمنتاشر لما تخش الستاشر وتبقى قعد برا يبقى في فرصة ان انت هتخش الالحداشر فدخلت ماتش اتنين التالت لعبت ربع ساعة في المصر برا اكت اول ربع ساعة لعبتها في بورصعيد الماتش اللي بعديه كان جود بالبس في استاد قاهرة ومصطفى عبدو اول انا كنت قاعد احتياط برضو هاعد احتياط في الماتش انا كنت عارف ان انا هاعد احتياط مصطفى عبدو جي قال انا عندي شد هيديكوتي قال لي انت هتلعب ونجرايت اللي حبت ونجرايت قلت له لعب بقعد يشرح لي هتعمل ايه وحتلعب ازاي وتحرك ازاي انا عاوز بس احط رجلية في الملعب صحة وانا راس حربة خلي بالك انا اتمرمطت مع هيديكوتي وتمرمطت مع دواري لعبوك كم مركز اجاب عارف حاسس بالمكان بالتلات خشبات كنت مواظب كابتن محمد على فكرة التدريبات التخصصية دي كمهاجم وشغلتك في الاساس انك تحرز اهداف احنا كنا بنجيب حارس دو يعمل لنا بعد التمرين وبعد التمرين كل واحد يجيب له عشر كور خمسشار كور ويشوت فاولات بعد ما الناس تطلع برا بعد ما اللعبة تخرج هو اللحيم اللي عاوز كده عاوز كده انت شوفي شوفي كابتن هاني يعني من الناس اللي فعلا اثبتوا جدارة في الاحتراف برا صحيح الاحتراف انا عارف انا عارف من غير ما اجربه انا عارف ان التزام شديد جدا الاحتراف ده التزام صعب اه طبعا يعني هو هو راح هناك بقى موظف في كرة القدم الموضوع مختلف برا مختلف جدا محمد صلاح كمان بيكسر كل القواعد وكل الحاجات دي واللي فاكر ان اللي بيروح يحترف برا اه الموضوع سهل موضوع صعب تحديات كبيرة جدا وزا ما حدث بتقول لكابتن انت بتنزل الملعب يعني انت بتنزل كمان هناك عندهم ده شغلتهم واكل عيشهم ايوه فان لو مش هتحارف في كل تمرين في كل تمرين مش في كل مطش ايوه لو مش هتحارف في كل تمرين هتقعد هتقعد ولو قعدت مش هتاكل فلوس هم برضو منظورهم ده اكل عيشهم فالعملية كلها يعني فيها تحديات كبيرة جدا واعتقد التحدي كمان كان على مستوى البطور افريقيا اعتقد 82 82 82 82 احنا اتعرف اياميها بقى عشان تروح تروح افريقيا كان الطيران مثلا لكينيا لزامبيا لأي أي بلد كل اسبوع طيارة كانت تطلع من مطار القيارة رحلة في الاسبوع واحنا رحلين كماسي وكماسي دي الروي بتاعها هناك حربي يعني ما تنزلش فيه مطار حربي اه ما تنزل فيه طيارة مدنية اه الرئيس جاب لنا طيارة حربية وحطتنا حطتنا فيها ديكاك ديكاك اه عارش الدكا البيت في الفلاحين ديكاك بطيارة حربية كذلك وشنطوره بقى كده وجبنا كم مرتبة من الاستراحة اللي احنا كنا في استراحة النادي ورمناهم وراء واربعتاشر ساعة في الجو من الطيارة منزلكش من غير اي ترانزيت ومفيش الكلام ده كان فيه طائمين طيارة بيغيروا في الجو ده غير الصوت ده غير الصوت عارف عارف الصوت وانا جربتها مرة بتمول من اصعب ما يكون من اصعب ما يكون رحلات طويلة وتحديات كبيرة كابتن طبعا رحنا هناك طبعا هم هناك في كماسي بيحبوا كورة زي عارف بشابهم بجمهور برازيل يعني احنا كنا في الاستاد يعني ياخد اربعين الف كان فيه ستين الف ستين الف هناك اولا بقى جون معكسونا في الفندق وقعدوا خبطوا علينا الفجر ساعة خمسة وصحونا من نوم يوم المباراة يوم المباراة يوم المباراة وخدنا الاوتوبيس وروحنا للاستاد الاستاد اللي هنلعب عليه كان مباراة دهر اعتقد كانت دهر وكان الجو حر جدا وبعدين وقفونا قدام الباب بتاع الاستاد مش هزين يدخلونا احنا احنا المفروض بنروح بقابلها بساعتين عشان نعمل المساجه بتاعه واتجهز نفسك وتلبسه البنداج ومش وقفونا قدام الباب اللي درجت ان احنا من العرق كلنا ألعنا ألعنا لايك الوحد طبعا الاوتوبيس ولا مكيف ولا حاجة نعرف الاوتوبيسات انك عم بيش حاجة هم عندهم حاجة تقعد عليها فقر كمان غانا فما دخلوناش قبل الماتش ما يبدأ بربع ساعة احنا طبعا في الوقت دوت كابتن جوار قال لنا كله يلبس وفي الاوتوبيس قعدنا نلبس وبتاعه كل وعد اللي لبس فردة جزمة واللي بيلزل من الاوتوبيس بيجري على الملعب يجري على الملعب مش على قط اللبس ما فيس واحد خلاص وما سخناش يعني لما لبسنا اكتمل بدأ المباراة ما سخناش لا عملنا اطلاط ولا عملنا حاجة وبعدين كنت واصلين متأخر يعني ولا رحنا عشان التوقيف ده رايحين عشان نخش قبلها بساعتين عشان نخش القوضة والريح اللي عايز يصلي يصلي اللي عايز يلف البنداج بتاعه يعني يعني بنستكن كده تركيز بقى وتركيز بقى الكلام الاخير بقى في بعض المحاضرة بس فانزلنا تلت ساعة هبدين نجول انتم مسخنتوش احنا مش شايفين تعرف لما تبدأ تجلس من غير ما تسخن يعني كمان الناس برضو تعرف الأجواء أولا كانت تقريبا الساعة اتنين الظهر الجو حر جدا حر جدا حر جدا عالية فرقة ما سخنتش نازلة ملعب واعتقد الملعب كمان مش مستوى الملعب اللي احنا بتشوفها دلوقتي خالص لا خالص لا ده بص انا يعني لو قلت عليه غط كيف انا بغلق في غط واخسم بالله اخسم بالله وجاز دي جاز دي نفعتنا في الكرة طاطب خطيب لما جات لما جات فقصب هو عايز يخدها طبعا هو جات فقصب رجله فبقت قدام واخطط الموضوع صعب جدا وارض صعبة جدا جدا انك حتى تعمل عليها الكنترول فاحنا فاحنا اول اول تيت ساعة اخدنا جافينا جول دخل فيك وجول احنا يعني حدنا نبص لبعض كده ايه ده احنا احنا اول تيت ساعة واخدنا جول ده احنا كده احنا كسباني التلاتة سفر في مصر على ارضك يعني هم عايزين يكسب اربعة فبدأنا نهدى والشوية التلتة ساعة دي سخلتنا لعبنا بقى اشتغلنا وخطيب جاب التعادل ورجعنا بالكاس من هناك رجعنا بالكاس وكتأول بطولة افريقية تخش النادر الاهلي بعد بطولة الانجلبير كتأول بطولة تخش مصر في الانجلبير بتاع الاسماعيلي ده كان في 82 كابتن اول بطولة تخش النادي الاهل بطولة الافريقية اه اه اول بطولة كان يعني بفضل الله كان الجيل بتاعنا هو اللي دخلها النادي الاهلي بعد كده توالت البطول اه يعني لو تشوف اليوم اللي احنا جايين فيه فرحة الجماهير فرحة الجماهير ودخلوا الجماهير لغاية سلم الطيارة احنا نزلنا ما نزلناش على الارض نصرف عنكم صالة كبرت الزوار وقعدونا لدينا بقى التلفزيون والناس المسؤولين في الدولة وركبنا الاوتوبيس بقى عشان نروح للادي رجح اه ملعب التاتش اه في ست ساعات ياه عربيات حوالينا هاني بشكل لا تتخيلوا والجمهور فوق الاوتوبيس مطبق التساقف علينا فحاجة فرحة كبيرة طبعا فرحة كبيرة انا اعتقاد التحديات بتاعت زمان تختلف دلوقتي التحديات على مستوى السوشيال ميديا على مستوى لكن التحديات بتاعت زمان دي عايزة عايزة نوعية خاصة من اللعبات يعني انا مع كل التأدير اللعبة الموجودة بالوقتي اه في ضغوط مختلفة لكن تحس ان السبعينات والتمانيات واوال التسعينيات عايزة شخصية معينة وشخصية يعني فيها مميزات كتيرة جدا عشان تقدر تتحمل الضغوط دا دا انا عايز اقولك على حاجة في الوقت اللي احنا كنا بنلعب في البطولة دي الاحتراف في افريقيا ما كانش موجود الفرق كان قوية جدا طبعا جدا النهاردة افريقيا كلها في اوروبا يعني الفرق اللي بتقابلها ما فيهاش حد على مستوى بقيت كلام حضرتك النهاردة الاربع اللي موجودين في المربع الدهبي بالنسبة للشامز ليه كلهم شمال افريقيا مثل مصر الاهلي والزمالك ورباء والمداد يعني حتى ما فيش بقى دلوقتي بنتكلم على الفرق الافريقية اللي كانت قوية زمان يعني المستوى قل لان المحترفين او افضلهم بروح يلعب في اوروبا يعني انا بمناسبة انا اخدنا بطولة افريقيا انا عاوز عشان الناس تعرف النادي الاهلي لما دخل بطولة افريقيا سنة 2000 كان من من كوتوكو اللي هي شكلها ايه زيقوا الماتش دوت في القناة مصر ماتش دوت فعلا فرقة قوية جدا كوتوكو دي يعني احنا احنا البطولة كلها احنا اخدناها في 25 دقيقة البطولة بتاعة النادي الان كابتن جوهري كان بننزل نضغط نخلص الماتش في 20 دقيقة ال 25 دقيقة المباراة اللي يقولها في القاهرة اه في كل في كل المباراة بتاعة افريقيا في كل الماتش انزل ادغط ادغط خلص من الاول بنخلص عليه هم بيفتحه تعرف الافرقاء ومفتحين بقى خلاص خلص الموضوع فاحنا احنا كسبناهم 30 وهم عملوا علينا ماتشي جامد جدا جدا لعيبة الكورة جامدة جدا فالنهاردة افريقيا الفرق على المستوى كاس أو مستوى الدوري في بطولة أفريقيا قوين جدا يعني طيب احنا عايزين سريعا جدا ننتقل للدوري الموسم الجديد وأول ماتش ليك في الدوري مع مصر المقصة اللي تقريبا انت هتواجه يعني فريق مختلف بشكل كامل يعني أو متجدد بشكل كامل خلينا نقول هيبقى في صالح الأهلي الماتش ده ولا ناحية عدم الانسجام اللي حضرتك كنت بتتكلم فيها من شوية والهارمني ده اللي مش أعتقد أنه مش هيكون في فريق جديد بشكل عام في المقصة ممكن ده يكون في صالح الأهلي كابتن محمد طبعا ده أكيد يكون في صالح النادي الأهلي نكلمنا على الانسجام للعبة النادي الأهلي ما تكلمناش عن مصر المقصة لأن النادي الأهلي ما غيرش ناس من بره كتير وبعدين أبناء وكمان الخمسة والأبناء اللي رجعوا يعني عارفين طريقة اللاعب عارفين طريقة الأداء اللي بيقدوا فيها في وسط زميلهم كل واحد حافظ إزاي يما ينزل مكان واحد هيعمل إيه مكانه والدور اللي هو بيقوم به لكن هي في نقطة دايما يعني المتش بتاع كاس مصر كان بعد بطولة أفريقيا على طول ونتعارف يا كابت نهاني أن دايما اللاعب لما بيأخذ بطولة كبيرة قوي بريح بريح ده اللي كان مخوفنا من ماتش الاتحاد وماتش الاتحاد أيوة أنا كنت ماتش أنا ما كنتش خايف من ماتش الطلاقع الطلاقع أكتر ما كنت خايف من الاتحاد لأن الاتحاد كان بيعقب على طول ثلاثة أيام مزبوط فطبعا الجهاز الفني بيبقى عليه يعني دور كبير جدا في الإعداد البدني والزهني للإعداد الزهني للعيبة دي في أن احنا دي بطولة لازم نقفل عليها ودي بطولة هناخدها عشان نرصها على البطولات اللي عندنا فدي محتاجة جهد كبير جدا من الجهاز الفني فإحنا دلوقتي حققنا سلسية وكونك أنت تحققتهم ده سهل لكن الصعب أن أنت تحافظ على مكانتك لأنك أنت ما ينفعش أن أنت تبقى واخد سلسية بطولة أفريقيا والدور العام وكاس وتيجي في الدوري تخسر تيجي في الدوري تخسع تيجي في الدوري تقدي بشكل مش كويس لا ما صعب طموحات الناس علي ودايما بيقارنوا بالسنة للفاتة وهو دايما الجماهير ليحا يقولك أن السنة للفاتة واخد سلسية بالضبط يبقى ليه ما ياخدش السلسية تاني فده بيديف كمان ضغوط على اللعيبة ومسؤولية أكبر على الجهاز الفني بالضبط على الجهاز الفني وعلى اللعيبة يعني لازم يخصنوا لنقطة زي دي النقطة دي مهمة جدا لأنك أنت برضو داخل على دوري دوري لازم وأول ماتش في الدوري دايما بيبقى صعب حتى لو بتلاعب فرقة ضعيفة لأن البداية دايما بيبقى صعبة وفريق مصر مقصة يعني آه فيه تغييرات كتيرة في اللعيبة لكن برضو معها مدير فني كويس إهاب جلال مدير فني كويس بيشتغل بشكل كويس خلي بالك كمان يا كابتن محمد أي فرقة دلوقتي هتلاعب النادي الأهلي أنت بتلاعب نادي صاحب البطولة وصاحب السلسية فحماس اللعيبة اللي هتنزل كله بيطلع كله تقاطب ده اللي بتكلم يعني هتطلع كله تقاطب أكتر انت بتلاعب النادي الأهلي الكبير اللي لسه من الأسبوع وشفناك موش التلائع شفناك موش التلائع فبيفجر جواه تقاط ممكن جدا لو النادي الأهلي ما عندهش للسعداد الكامل ممكن المباراة تصعب علينا وهو ده قدرنا ده قدرنا كان لعيبة النادي الأهلي ده قدرنا أن احنا بنقابل آمينة كان فيه المانيا موجودة معانا كان فيه الترسانة كان فيه فرق برضو كانت لسه صعدة وبيتزلوا يطلح كله يطلح كله تقاطهم إن كل واحد آم عبدالبقال الله رحمه كان يقول لك ده اللي مش عارف أمه متخصمة بيصلاحها في المدش مدشي بتاع مدشي ده كله كله بيصلاح عشان مدشي الأهلي عشان يطلع عبدال واللي بيروح يحلق واللي بيروح يجيب مش عارف شراب ايه عشان مدشي الأهلي يعني بيعمل استعداد لمدشي الأهلي دوت عشان عاوز يظهر وعاوز يروح لنادي الاهلي وعاوز يلعب في النادي الاهلي وعاوز يبن قدام النادي الاهلي انه هو احسن من لعبت النادي الاهلي فبيطلع كله تقاطل فاذا هنا لعبت النادي الاهلي عليهم مسؤولية كبيرة جدا لان التلاتة بونت بتوع المينيا تلاتة بونت بتوع مصر المقصة تلاتة بونت بتوع الزمالك هم تلاتة بونت هم تلاتة بونت واحنا هنستعد للزمالك بس ومش هنستعد هم ثلاثة بنت. فطبعا لعيب النادي الاهلي مظلوم. ان هو لازم ويبقى عامل حسابه. ان هو حيقابل واحد قدامه. بيطلع كل طاقاته قدامه. لازم يقابله بكل قوة. ومن الاول ومن بدري يقضى عليه. من البدايات. وان شاء الله الثلاثة واربعين في الدولاب النادي الاهلي ان شاء الله. شكرا لك يا كابتن محمد. نورتنا حقيقي نهاردة في البيت الكبير. بيطك. شكرا جزيلا لك. طبعا دلوقتي معدنا مع زمايلنا طبعا فكرة خطة احمر في البيت الكبير.